دعت الصين إلى وقف الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر وضمان أمن الملاحة في الممر المائي الدولي وقال وزير الخارجيات الصيني وانجي خلال استقباله نظيره اليمني الشائع الزنداني في بيكين إن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في هذا الشأن هذا ويشارك وزير خارجيات اليمن شائع الزنداني في أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزري لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي تصدفه بيكين لمناقشة آفاق تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين العربي والصيني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية